بطاقات التموين واحدة من أهم الحاجات المهمة لكل الأسر المصرية وواحدة من الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين ومؤخراً وزارة التموين أخذت قرار بيهدد ملايين من أصحاب بطاقات التموين فيترى إيه هو القرار؟ وإيه تأثيره على البطاقات التموينية للمواطنين؟ طبعاً كلنا عارفين الأهمية الكبيرة لبطاقات التموين عند كل الأسر المصرية خاصة في الغيف العيش والتموين واحد من أهم القطاعات الخدمية اللي بتقدمها الحكومة للمواطنين وواحدة من أهم القطاعات اللي بتحصل على دعم من دولة بيوصل لستة وتلاتين مليار جنيه سنوياً وخاصة إن مصر واحدة من أكبر الدول على مستوى العالم اللي بتتورد أمحن الخارج وأغلبهم يستخدم لكبز رغيف العيش بالأفران البلدية للمواطنين طيب إيه اللي هتعملوا بوزارة التموين في بطاقات التموين؟ مؤخراً وزارة التموين أعلنت عن قرار مهم بتنقية بطاقات التموين بشكل كامل والقرار نص على إنه في حالة ظهور رسالة لأي مواطن على بون صرف الخبز بمضمون يفيد بإيقاف بطاقات التموين في موعد أقصى 31 أغوصف 2024 وده لبعض الفئات وعددهم مش هيتجاوز 7000 بطاقة وذلك في حالة عدم تقديم المساندات لمدرية التموين التابعة لها وزارة التموين قاتوا إنه هيتم فحص المساندات المقدمة من مواطن في حالة مطابقة تلك المساندات بالأفراد المقايدين بالبطاقة التموينية الخاصة بالمواطن ويتم إرسال كل الحالات إلى دوان عام الوزارة في كشوف موضح بها اسم صاحب البطاقة والرقم القومي والرقم البطاقة التموينية وأسماء المستفدين من الدعم والرقم القومي وسنة الأراضي قرار وزارة التموين تضمن أنه في حالة وجود أحد الأفراد ليس له سلة قرابة بأفراد الأسرة هيتم حسفه بشكل كامل وهيتم إرسال كل الحالات لديوان عام الوزارة في كشف موضح به اسم صاحب البطاقة ورقم بطاقة التموين والشخص المستفيد اللي ملهو سلة قرابة بأفراد الأسرة ورقم قومي له طيب كام واحد مستفيد من الدعم اللي بتقدمه الدولة على مطاقات التموين أحمق كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين قال النقاط بيانات التموين فيها عدد كبير من مسافدين من الخبز بيوصل إلى 69 مليون مستفيدة و 3 مليون فرد مستفيد من التموين بإجمالي 23 مليون أسرة وبطاقة المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين قال أنه من الوقت للتاني بيحصل تحديث وتغييرات في الأسرة سواء كان للفصل الاجتماعي أو لسبب الوفاة أو السفر للخارج أو إضافة من يستحق وفقا لمعايير معاناة وأن بالمراجعة الدورية أثمت وجود 769 بطاقة في مجموعة من المحافظات تتركز في 5 محافظات في درجة أرابة غير معروفة وبكده بيضاف لبطاقات التموين فرد بيكون أم أو أب أو أخت أو زوجة أو أخ وطالب أصحاب بطاقات التموين بالتوجه لمكاتب التموين ويكون معاهم صورة البطاقة ورقم قومي لأصحاب البطاقة وده الإثبات في البطاقة بينهم علاقة أسرية قائمة أحمد كمال قال كمان من قاعدة بيانات التموين فيها قدر جبير من مرونة تسمح بالتحديث وتنقية البيانات ونترح كل ما يخص الدعم ودرس التحول من الدعم العيني للنقدي الكامل أو المشروط في حوار الوطني وأن الحكومة اعتمنة 134 مليار جنيه كموزنة لوزارة التموين للعام الحالي منهم 98 مليار للخبز و36 مليار جنيه للتموين كان معكم مصاح أبراهيم من بانكير بانكير نبض البنوك